السلام عليكم وحمد الله وبركاته وانا اشترك مع بعض الفئة الدوائر وده موقع اونلاين بيساعدني ان انا انظم المهام وانظم الشغل مع الفريق وما كيف شارك معهم ملفات وما حدته الكومنتين. طيب ازاي اضيف اعضاء الفريق. كل ما نعمله هاجه هنا على الزرور اللي تحت ده اللي هو خاص به الدين. ما يدوس عليه بيبدأ يفتح لي القيمة بتاعة الفريق. خلق لنا ان هو كذا مستوى في administrator في member في follow. فكل واحد فيهم بيبقى ليس رحيات. الadministrator طبعا مع كل حاجة. الممبر في ان هو يشتغل على بعض الحاجات بس ما يدرش يغل المشروع. الفلو بيبدأ يتابع المشروع وهكذا. طيب ممكن تقول له مسلا ان انا عايز اضيف حد فاحط مسلا الاميل بتاع الشخص ده وتحجيله دعوة وهو لو وافق عليها. هيبقى كده نضم الفريق. وبتختار بقى هلو هيكون admin ولا member ولا خلق. تمام? اقول له admin هو كتقول له import contact. وتبدأ تاخد اميلات من الاميل بتاعك وهكذا. طيب انا اقول له send invitation. وهو بيقول لبعث خلال حساب بتاعك وبدأ ديف الناس. بحس بدلا ما تخدهم تاخد واحد واحد لا ممكن اعمل له import. هتجيله invitation اول ما يفعلها. هيبقى انضم لي الفريق. بقى اللي اكتب الرسالة ودي optional. اختياري ولا سيكباري. زي ما قلنا import تستدى الناس. هنا الشخص ده ممكن بدلا ما admin احلي member او follow. فرزالك مش اي حد تخليه admin لان ده كده ممكن يعمل له مشاكل. تمام? وممكن تقول له انا remove واحد تشير ما سينا.